معنا مباشرة من أربيل النائب سوران اسماعيل نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أستاذ سوران أهلا بك على شاشة الفلوجة في نشرة أخبارها هل فعلا هناك منهجية سياسية متعمدة لإقالة محافظين وبالتالي تعطيل مجالس المحافظات استعدادا لتجميدها بداية شكرا لمشاهدينكم شاهدي قناة الفلوجة طبعا لا يخفى بأن الدستور العراقي في مادة 122 منا أقر إلى المركزية الموجودة في العراق وحددها بالمحافظة والقضاء والناحية فهذا الشغل مبين أيضا فيتضمن هذه اللامركزية عمودين في كل مجلس من هذه المجالس العمود التنفيذ المتمثل في المحافظة والعمود التشريعي الرقابي في المختصة التشريعات المحلية في المحافظة متعلقة بالمحافظة والعمود الثاني أيضا في مجالس القضاء ومجلس الناحية فما الدون فالرقابة المجالس على المحافظين رقابة موجودة منصوص عليها بقانون 21 2008 ونحن الآن في صدد تعديل هذا القانون وتعديل الثالث والذي تبي بها مشروع الحكومة لضمن 12 مادة أيضا توجهنا في هذا المجال أيضا في الرقابة على المحافظة من قبل مجلس المحافظة وتصوري شيء طبيعي أن المحافظ لا يكون منفردا بعماله وأن يكون المجلس المحافظة مجلسا تشريعيا رقابيا في المجلس المحافظة وإلى جانب الخدمي وفي الأقضي والنواحي مجالس خدمية يتابعون أو يراقبون أعمال المحافظة بشكل يومي ومن خلال الموازنة التي يصدر من قبل المحافظة خلال السنة الحالية فنرىها بأنه شكل طبيعي أو المارسة الديمقراطية طبيعية في مراقبة المحافظات يعني هذا في السياق الطبيعي في السياق المثالي في إدارة شؤون المحافظة ولكن الآن لدينا أكثر من أنموذج في المحافظة يتهدجها إيقالة المحافظ يعني نحن الآن في البصرة بلا محافظ في صلاح الدين بلا محافظ السؤال الجوهر الآن الذي يدور في خلد الرأي العام هل هناك منهجية سياسية لإيقالة المحافظين تهيئة نحو تجميد عمل مجالس المحافظات في عموم العراق إذا ما استمرت متتالية إسقاط المحافظين المنهجية سياسية لاتس إلى حد ما موجود ما لاحظناه في العوامل الماضية كحقيقة واقعية موجودة بأن الكتل قامت بتصفيات أعمال تصفيات سياسية بخلال أعضاء مجالسها في المحافظة بإيقالة المحافظ أو باستجواب المحافظ أو باستجواب المحافظ في يوم الثاني المحافظة تقوم بإيقالة توجه إلى أشكايا قامت تدعوة على مجلس المحافظة بقضايا الابتزاز والجهة الثانية بقضايا الفساد هذه الأعمال واردة أم تصوري ولكن أيضا أن نترك المحافظات بهذا الشكل لا يجوز والقانون محافظات واضحة بهذا المجال أنه خلال 15 يوم مجلس المحافظة تقدر تجتمع وخلال 15 يوم تتخذ أحد من مجلس المحافظة أو خارج مجلس المحافظة محافظة لهذه المحافظات ويستمر بعمالها فيما يتعلق نستثمر وجودك أستاذ سوران للحديث عن موضوع استفتاء أقليم كردستان من الواضح أن هناك ضغوطات دولية على رئاسة أقليم كردستان لمراجعة قرار إجراء الاستفتاء في موعده في الأشهر المقبل هل لازالت رئاسة الأقليم أو قيادة أقليم كردستان متمسكة بهذا الموضوع ولن تتراجع التمسك من خلال أو منطلق رئاسة الأقليم منطلق أنه يعتبر هذا حق من حقوق المشروع التي منص عليها المعاهدات الدولية والعهود وحقوق الإنسان وممارسة الديموقراطية لا نتصورها بشكل كبير بهذا الشكل نعطيها هذا الحجم لأن الحجم استفتاءه حق طبيعي بالتصوري منطلق هذا الحق القانوني والطبيعي من رئاسة الأقليم متمسكة به والمطالبات يطالبوها بالإقليم أكيد هناك مطالبات لكن الموقف الإقليم وموقف رئاسة الإقليم من هذا ثابت انطلاقا من أنه الطلب هو طلب التأجيل أم تأجيل الوقت أم ماذا يعني التأجيل لماذا التأجيل ما هو تخوفات هل هناك الضمانات في التأجيل إلى منطقة ثانية قبل الحديث عن الضمانات السيد سوران الحديث عن الضمانات هو ما بين بغداد وأربيل بشكل رئيسي ولكن ألا تعتقد هناك حاجة لمراجعة موعد إجراء الاستفتاء لإشكال كردي كردي في داخل إقليم كردستان بعد مظاهرات خرجت تطالب لا للاستفتاء في الوقت الحالي الأصوات كلها أتصور كمنطلق إنساني ومهني وحقوق إنسان ومؤمنين بهذا المنطلق أنه طبيعي هذه الأصوات موجودة لكن هذا الشرخ لا يصل إلى أنه يكون شرخ بين المجتمع الكردي من هذا المنطلق الأصوات أيضا في منطلق أنه الوقت يكون تأجيل إلى وقت ثاني وليس غير معترضي على الأصل الاستفتاء جوهر الاستفتاء وهذا أيضا من جهة ثانية بالنسبة للضمانات مع العراق طلب وزير الخارجية الأمريكي في اتصاله مع الرئيس مسعود البارزاني كان أيضا من منطلق تأجيل هذا الموضوع وليس إلغاءه تأجيل لتأجيل الموعد أيضا ما عنده أي مبرر يعني تأجيل إلى متى وإذا كان هناك التأجيل هل هناك يكون هناك ضمانات من أجل أن يجرى هذا الاستفتاء في وقت محدد مع الضمانات مع العراق أو دخولهم في هذا الشيء أو يكونوا ضمانة بإجراءها هذا سؤال مطروح أمامهم السيد سوران إسماعيل رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية كنت معنا مباشرة من أربيل شكرا جزيلا لك